اهلا بحضراتكم مرة تانية خلونا نجدد كل الترحيب كما جرت عادتنا الجيدة كل اسبوع لقاءنا مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريم واستاذ الفقه المقارن بجماعة الازهر منوارنا مولانا بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا حلقة اللي فاتت عملت ايه ما اقولكش صدى واسع وما فعلته عن امري على كل الخليل الاول هنشوف كده التقرير واسئلة الناس في الشارع تحت عنوان اسأل مولانا الدكتور احمد كريمة وبعدين هنرجع يعني نوضح امر علشان الناس ما يختلطش عليها الكلام وده برضو ايه حق مولانا الدكتور احمد كريمة اولا انه ما قاله قاله في هذا البرنامج فله حق برضو ان هو يوضح ان اراد ان اراد ومن ناحية تانية يعني حتى ايه يعني نبقى خلاص وضحنا كل حاجة والناس تبقى فهمة فلا يأخذ الكلام بمحمل اخر وبعدها نبقى ناخد بقية الاسئلة بقى ايه بتاعت اخواتنا المواطنين في التقرير خلونا نشوف الاسئلة بتاعت المواطنين ونرجع نكمل الكلام كنت عايزة سأل فاضلت الشيخ احمد كريمة بخصوص الرخصة اللي بده لنا دلنا بالنسبة للصلاة في السفر حدودها وكل ما يتعلق بالرخصة دي في السفر خاصة اني حاليا في وسائل السفر حديثة لاطرة او لو وقت الاقامة وقت دايب الزبط التفاصيل دي حكم ترك الامام اية او ايتين من صورة الفتحة والمأمومين ما ردوش الامام فيما اخطأ يعني هل الصلاة هنا كده بطلت ام ما بطلتش الصلاة لو واحد فتح محل تجاري ملابس يعني ومع زرف فلوس يجيب بضاعة وحب يجيب الفلوس دي من البنك يجيب بضاعة هل دي حرام ولا حلال انا عندي اخوية وحيدنا احنا خمسة من بعد ما اتجوز مراته قطعتنا مننا خالص يعني نفسينا نشوفه او نحضنه بنحلم بي ايه ايه الحكم مع مراته نعمل ايه يعني ايه الحال معها الزوج لازم ياخد موافقة زوجته في الزواج التاني ده مواكب ومطابق للشراعة الاسلامية مناسج الحج يعني لو يقدر يوضحنا في الوقت الحالي عشان حطبعا دخلين على زول القاعدة طبعا كل سؤالهم طيبين فيعني اتمنى ان هو برضو يوضح لنا مناسج الحج لانه كان برضو ليه تعليق كده زريف كده على موضوع المناسج وكده فياريت نسمع منه ان شاء الله المناسج من حكم تارك الصلاة عمدا بالنسبة للوصاية الوصاية بيقولوا الشارع ان احنا نعمل الوزع حسب الشارع لكن لو حاولت وانا في حياتي اوزع من غير يعني بالتساوي مثلا حرام ولا حلال انا طلبة منه ان يقول للناس يعني نعمل ايه زيادة في الكرآن زيادة في يعملوا ايه يعملوا ايه عشان الامان يدخل جو قلبهم وكمان فيه شباب فيه سطهم رائع رائع في الادان وفي اليوم الجمعة ده انا عايزة دولا برضو يقروا مش واحد مساء عام سبعين تبانين ستانة يعود يقرأ في المسجد في خطبة الجمعة لا فيه ناس في شباب سطهم من ارواح ما يمكن هل يجوز سيوم يوم مرضي في رمضان بعديها ولا لا يجوز طيب خلونا جدد رحيم مرة تانية بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر نبدأ الاول بايه توضيح واجب التوضيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله القائل تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ورضي الله تبارك وتعالى عن صدر الامة المسلمة الذين كانوا وقفين عند حدود الله عز وجل وبعد فحضرتك تعقيبا عما تم تطخيمه ونسبة ما لم يصدر مني صراحة في مسألة انا لم اسعى اليها ولكن انا من واقع التقارير اللي هي يعني استطلعت اراء الناس في الشارع فكان في سؤال من احد المغتربين على انه لا يتمكن من النزول لأسرته ولا يستطيع ان يستخدمها اما لقلة المال واما لتعقيدات التأشيرات والفيزة فاحنا عندنا حضرتك القاعدة الفقهية دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فانا قلت له انه يتزوج وقلت لعل زوجته باسلامها واثارها على نفسها انها لا تعترض لانه اصبح في حال الاضطرار يعني اذا كانت الشرع الاسلامية اجازة للمضطر ان يأكل لحم الميتة او شرب الخمر لاساغة الغصة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فماذا لو ان انسانا مغتربا وكان مثلا شابا او عنده ميل الى زوجته زوجته يعني عنده شهوة جنسية او مشاعر وجدانية وكان بين امرين العجز عن الاستقدام او العودة او انه يفعل الفاحش فبالله عليك لو سألن اي انسان سواء منسوب الى دين او غير منسوب الى دين بما ينصح هذا الرجل الذي بين مفسدة ومصلحة بطبيعة الحال اخف الاضرار واجب واهون الشرين واجب كما قال الفقهاء انا ارشدت الى الحلال لا اكثر ولا اقل ارشدت الى الحلال ليس اجابا يا استاذ يوسف وده اللي انا اعتاب المحبين على بعض الاعلام الخاص حضرتك احنا بنقول هنا اباحة انا ما قلتش واجب او لازم انه يتزوج بثانية لان اصلا اما وجدتش يعني مش لو ايه ايه اعملو كده اذا كان هو اصل حضرتك التعدد في الشرح الاسلامية مباح قال الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مسنى والسلاسة ورباع فان خفتم ان لا تعديلوا يعني في النفقة يعني التعدد مشروط بالعدل العدل بس في النفق يعني يكون قادر على ان يعدل بين نسائه في المأكل والمشرب والملبس ليه حسب لها بس عدل في النفقة مولا لا معهمة الا عدل القلبي في اية تانية هو اصل بعض الناس هيجيب لك الاية الثالث الثالث من مطلع سورة النساء مع الاية 129 من سورة النساء اللي هي برضو ايه ولن تستطيعوا ان تعديلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتظروها كالمعلقة يعني الاية واضحة فلن تستطيعوا لا ده في العدل القلبي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سنة ان لهم ان هذا قسم فيما املك فلا تؤاخذني فيما لا املك وتملك اللي هو الميل القلبي فليس معناها حضرتك ان مجموع الامرين ان يأتي واحد ويقولك لا لا يوجد تعدد في الاسلام ونبع على كده مين زمان سيدنا الشيخ الاستاذ الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله عز وجل فقال لا هو دي اباح لكن ما يجيش واحد النهاردة بجرة ألم او لاتجاه معين او لأمور اخرى وبعدين يقولك لا ده التعدد هو لو كان مرفوض اصلا كان الشرع ما شرعه من الاصل او من البداية التعدد مشروط مشروط بالعدل بالعدل اترك العدل هنا انا هنا بقعد افكر بقى أليس العدل عدلا مطلقا يعني ليه خطينا العدل بس في النفقة لا ما هو يعني أنا أصرف على الست وما زرهاش بقول أنا كده عادل لا ما أنا حضرتك لا يا فندم العدل لما نجد في الفقه الاسلامي وأحييت جدا قال الفقهاء في باب القسم بين الزوجات قالوا اول حاجة مع النفقة البيتوتة يعني أن الزوج الذي تذوق بأكثر من واحدة يبات لا يهجر معايا حضرتك لا يهجر فقالوا البيتوتة يعني ما بيت الزوج عند زوجتيه او ثلاث زوجات او على ما ليش دعه طبعا او اربع زوجات هو حر لكن اللي أنا يعني في التشريع الاسلامي حضرتك اني أنا النهاردة ما اقدرش استغفر الله العظيم اقول اني الاباحة تلغى مين يقدر النهاردة يلغى امر ربنا مين هو لا حضرا ولا تحريح باش لكن المسألة في انه المسألة في انه المجتمع نفسه تغير وحر ومتالي طريقة التفكير بتاعت الناس تغيرت يعني مولانا الدكتور رحمد كريمة ونفسه قال انا لما طلعت البعثة بتاعتي اه او لما طلعت اشتغل في الاعورة بتاعتي كنت بسافر على نفقت الخصة اعود الى مصر اي لزوجاتي قسما بالله حصل واكثر من مرة انا بالنسبة لي ده نفهمه بايه بقى بانه هو مولانا لا يشجع على تعدد الزوجات مولانا لا يشجع ولا انفيه لا تحذره ولا تحرمه لأن الحذر والتحرين من عند رب العزة و لذلك يا أستاذ يوسف عشان نقف الملف ده انا اقول لمن يزايدون اية في القرآن انفرضت بين 636 اية ان ربنا ذكر فيها الكذب ثلاث مرات صور اية ما تاخدش سطره ربع اللي في سورة النح 116 قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ثلاث مرات فالتحليل والتحريم يا سادة يا كرام بيد الله عز وجل ده أمر ابن سبحانه وتعالى والرسول ترك التشريع مستقر يعني تركتكم على المحقة البيضاء فأنا بس الخلاصة التعدد بالشرط اللي ستك قلته اللي هو العدل الحسي مشروع إنما لن تستطيعوا أن تعدلوا بها نساء أولى وحرصهم ده العدل القلبي فإن خفتم قال لا تعدلوا فواحي ده ده في الأولانية في الأولانية اللي هي الحسي يشمل النفقة والبيتوتة النفقة والبيتوتة بس أنا برضو هنا عايز أصلا أنا مش قادر أفل الحتة دي جاء لما فهمها أنا مخي لسه مش ربنا قال فإن خفتم قال لا تعدلوا أه ماشي فهنا كلمة تعدلوا ذاهبة في مطلق العدل يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أراد إنه إليه فخفتم ألا تعدلوا في النفقة والبيتوتة كان ممكن يقول لنا في النفقة والبيتوتة لا 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 ربنا أطلقها لا 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 إسمعني بس حضرتك عندنا في علم وصول الفقه العام يخصص والمطلق يقيد معاي جنابك وزاك أنا بقول لك للأسف اسمح لي يعني في الصراحة دي شوي إنه اللي طالعوا في وسائل الإعلام وقعد يتكلموا سواء إجابة أو سلبة لا تخصوا سلام في الفقه الإسلامي ما ينفعش ده دين ده شرع أنا بقول لستك من أنا أو غيري حتى بتعبير سيدنا الشيعة الشعراوية رد الأمر على الله عز وجل طيب ما هو يا فندم معلش أنا عايز أطلع الفصل وكل حاجة بس في الحتة دي معلش ثانية واحدة يا جماعة زميل الأعزاء في الحتة دي إذا كان أنا عندي من الملائة المالية اللي خلينا أتجوز وأنا مسافر يعني أروح وأخطط وأسس بيت وأتجوز انزل بيتكو بقى ما يمكن مولانا عمل كده ما يمكن واحدة تتجوزه من غير ما تكلفه نفق بيحصل أشوف يا أستاذ يوسف إحنا مشكلتنا إيه بس أقول لك في العالم الثالث مشكلتنا بين شخصة بالأمور ونريد أن نلوي أعناق النصوص لانتزاع عق يوافق الهوى ولزايك الرسول أخبر عن هذا الزمان والذي بعده إلى أن تقوم الساعة قال إيه إذا وجدت هوا متابعا وإعجاب كل زي رأي برأيه فدع عنك العوام فإن وراءهم أيام سقيلة القابض على دينه كالقابض على الجمر فحضرتك إحنا أولا ده تشريع مستقر التعدد مشروط أيوة بالعدل الحس من النفقة والبيتوتة أما العدل القلبي فكما علمنا النبي صلى الله ما إن هذا خسمي فيما أملك فلا تنخذني فيما لا أملك وأنا هختم بحاجتين سيدنا إبراهم الخليل كانت له زوجتين سيدة هاجر وقع حكمة ربنا لا والنبي تزوج علشان السيدة سارة كانت بلغت من عمر كبير فلم تنجب له لا ولدا ولا بنتا وأبقى على الإثنين وبعدين تزوج السيدة هاجر في زيارته لمصر بس وأبقى على الإثنين والنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظلم الأولى شوف سيدتك فأنصفها الله بالإنجاب ماشا أنا لا أريد أن أعلل لأنه بقول لحضرتك ده أمر توقيفي تشريعي من الله عز وجل أما إذا أراد إنسان أو جهة أو أو إلى آخر مجاملة أنا بس أقول له حاجة واحد جامل لكن ليس على حساب الشريعة معلش اللي عايز يجامل يجامل مش مجاملة على حساب الشريعة يعني شوف يا سيدنا الكريم هي مش مجاملة على حساب الشريعة لا لا وضع أنا بكلم وأحرار زمان من مئة سنة من خيمك من ستين سنة كان ممكن يبقى ده جوة بعض المجتمعات مقبول لكن النهاردة واسمح لي يعني لو إنه بنت مولانا الدكتور كريمة تزوجت وبعد زواجها جزها اتجوز عليها ومخدش رأيها ومقلهاش مولانا أحمد كريمة يعمل ايه يعمل ايه ها أنتم قادرة بشؤون دنياكم والله العظيم بس اهو بقى صح بس هيا دي أنا مش واسع عليه أنا مش واسع عليه أنتم قادرة بشؤون دنياكم يعني أنا هفكر لك مفاجأة غريبة ما هدي بقى شؤون الدنيا بعض الدعاء بعض الدعاء معلش طلع تقريع وتوبيخ في حقي أنا طبعا لن أجريك لا يليك لا يليك أنا لن أجريك تمسدهم بالله أن بعضهم متزوج تزوج ست مرات بس عيب أفتح ملفات عيب مش أنا إلا أفتح ملفات لبعض العلماء أو لبعض الدعاء ولا أخلاقك ولا علمك ولا تدينك وأحدهم طلع وتوبيخ وتقريع وإن أنا عارف أنه مجوز ستة 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 في تاريخ حياته بس عيب لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولون ما لا تفعلون ثاني حاجة يا أستاذ يوسف يعني إحنا في مجتمع الدستورية نص على حرية الرأي وعلى أن الأساس الجامعات لهم حرية البحث العلمي فأنا بقول رأي علمي تخصصي إن أنا شريع إسلامية في الأزهر الشريع لما يجي رد أفعال سلبية فيها لغة الوعيد والتهديد أما الحرية الرأي مكفولة زي في الدستور زي لكن أنت يا مولانا مستعد لتبادل الأراء والمدنقشة الحرة والتوازنة إنما لما نسمع بقى لغة التهديد ووعيد لا 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 هذا مرفوض وهذا ينال من مدنية الدولة وينال من سمعة الدولة المدنية الوطنية الديمقراطية أنا قلت رأي اللي رد رجل أو امرأة رد بأدب وأخلاقيات البحث العلمي إنما بالشتائم والوعيد والتهديد والتلويح بمش عارب بإيه أنا قلت رأي علمي يتطفق مع الشريعة الإسلامية رضي من رضي أبى من أبى إنما لما نيجي النهاردة أنجرجر الأساز الجامعيين إلى ساحات المحاكم وأنا قلت إيه أنا قلت فانكحوا ما طابة لكم إن أراد إنما أنا مقدرش ألغي حكم تشريعي الأمر الآخر كنت أريد برضو للموضوعية إن جابوا كلام مكتزأ لفضلة الإمام الأكبر جابوا كلام مكتزأ لفضلة المفتي لا الأمانة هنا إنك تجيب الصوت والصورة الحلقة كاملة إنما عشان أنسب للقيادات الدينية ما لم يقولوه يعني هل هم هل فح وما نسيب خليني عايز أفهم الحتة دي ما ولنا مسألة الإجتزاء وما إله بس أنا هستأذن بضرورة نحن نروح لفاصل نرجع بعد و أفهم بقى الحتة يعني أنا دي مش فاهمها أو فاصل ونكمل الكلام طيب علشان نديم بقولي بص للكاميرا يقولك النديم علشان أنا بحاول كنت أطلع التصرحات عشان أفهم هل هي دي اللي بقصودها الدكتور أحمد كريم ولا أول أهلا بيكم أنا علشان حكيات التصرحات المكتزأة دي أنا يمكن إيه معلش أنا مضطرب بس النظارة برضو أتلو حتى أنا خلاص بقى مولانا كبرنا يعطيك العافية والبركة يا ربنا أخليك يا رب زوجة واحدة تكفي يعني هنا أنا هتكلم على تصرحات أن الأصل في الإسلام هو التعدد مخطئون والمسألة تشهد ظلما للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان التعدد من الأمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية أطالب المسلمين بإعادة قراءة الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل وتدبر ما قبلها وما بعدها المسلم ليس حرا في أن يتزوج على زوجته الأولى فهذه رخصة مقيدة لقيود وشروط والتعدد حق للزوج لكنه حق مقيد الرخصة تحتاج إلى سبب وإذا انتفي السبب بطلة الرخصة التعدد مشروط بالعدل وإذ لم يوجد يحرم يمنع أحسن يعني ماشي مشكلة أنا من يجدعه العدل ليس مطروكا للتجربة إنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الضرر يحرم التعدد فالقرآن يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدق الله العظيم لا أتحدث عن تحريم أو حظر تعدد الزوجات لا أدعو إلى تشريعات تلغي حقا شرعيا الله يفتع عليه لكن أرفض التعسف في استخدام الحق الشرعي والخروج به عن مقاصده دي التصريحات الأخيرة اللي يمكن اتنشرت فضيلة الإمام اللي أربع اللي فات عن فضيلة الإمام الأكبر نبصم عليها موافقة بالعشرة لأن ما قاله فضيلة الإمام حفظه الله وورده طبعا رئيس العلماء والإمام الأكبر لنا كلها هي مبادئ ومقاصد وزاتية الأحكام الشرعية وحضرتك الفقرات الأخيرة أنه ما يتكلم بقول أنا لا أدعو إلى الحظر أو المنع كنت أريد بقى من اللي بيتسشد بالكلام فضيلة الإمام كما أنت فعلت يأتي بالتصريحات من أولها أن التعدد ليس كلئا مباحا وإذا الإنسان لم يتيقن من العدل لا يلقى إليه وإنه مقيد بشروط كل ده قاله المفسرون والمحدسون والفقهاء لكن اللي ننتهي إلى باقيه أن ليس معنى ذلك الحظر أو المنع أو التحريم المطلق اللي هو بالهوى لا لا يفنم ما تنساش أن فيه دولة ما من الدول العربية أو الإسلامية منعت التعدد أيا كان بقى فيه عدل أو ما فيش عدل لا هذا ما نتوجس منه شرعا إنما حضرتك إحنا بنقول التعدد مباح مقيد لكن ليس محرما وأيضا أنا أوافق طبعا فضلتي الإمام الأكبر حفظه الله إن من يقولون أن الأصل في الزوج والتعدد برضو لا الأصل ليس التعدد نعم هذا كلام العلماء لأن أنا هجدك من الشعر بيت بقى من كلام الفقه قال الشافعية والحنابلة ويسن أن يقتصر على زوجة واحدة إن لم يوجد مقتضاء آه أي ألو الشافعية والحنابلة خدت بالك بس ما يفهمش كلامي غلط إن أنا بتراجع لا 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 التعدد مباح وليس حراما ده مش التراجع اسمه التوضيح التوضيح والتبيان بالزبط كده فقال الشافعية والحنابلة وفي صيح مذهبهم ويسن الإقتصار على واحدة إن لم يوجد المقتضاء لكن نفرض ويوجد المقتضاء وجد مثلا حضرتك زوجة عقيم أو عفوا أو مريضة أو لا توفر له للإشباع بستة صورة أو أزنت له أو رضيت يخلنا الظروف وأحوالك إذن ننظر إلى الأمور يا سيدي بعينين وليست بعين واحدة وجب التوضيح وصحيح كان لازم ناخد الأسئلة بتاعت السائلين والمواطنين اللي احنا عرضنام في التقرير بس بإذن الله هناخدها الأسبوع الجاي هيا هي نفس الأسئلة علشان يعني طالما عرضناها يبقى لازم نجاوب على الأسئلة مما لا شك فيها كان مهم عندي جدا أن الأمور تبقى واضحة جدا واتوضع نقاط على الحروف يا مولانا لأنه حبيبي أكرمك الله ومشاهدين الكرام أما بس أنا نص سطر اتفضل أنا أتصدق بعرضي الذي نهشوه اللي هو عرضي العلمي فأسأل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وعند الله تاخذ الخصوم الناس اللي شتمتني وتهجمته واللي عمله اللي يتوعد ويهدد ده مش حوار يا مولانا يعني السيد الرئيس حفظه الله وبرك الله فيه سيدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي أما بيقولي أنا أدعو إلى حوار وطني مجتمعي محايد أيها هذه الدعوة هي التي ينبغي أن يلتزم بها الجميع إنما أحاديت الفكر وأحاديت الرأي والتلويح وهعمل وساوي وبتعمل بعض المتشنجين هذا أمر مرفوض لا يتناسب لا مع طبيعة مصر ولا مع شعب مصر ماشا مولانا كده كده هنتقبل بإذن الله الأسبوع جاي يديلك طلطل عمر بارك الله ألف 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 شكر جدير بالذكر أن مولانا الدكتور أحمد كريمة هو من أكتر الناس التي تقف بشراسة في وجه الرجعية والتشدد خد بالنا من الحكاية دي فواحدة واحدة يعني على كل كل الشكر لمولانا فضيلة الدكتور الشيخ أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزر وزي ما قلت لكم الأسئلة اللي سألوها تفضلوا بيها المواطنين والناس اللي كانت بتسألها نجواب عليها الأسبوع جاي إن شاء الله لو كنا العمر في نفس المعاد بكرة بإذن الله لو كنا العمر نقابلنا نتقابل كلنا سوا بإذن الله وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة